موسيقى سلام عليكم ورحمة الله موجز ليهم الأنباء أهلا بكم سقط قتلى وجرح من ميليشي الحوث الإنقلابية في تجدد المعارك مع الجيش الوطني في جبهة جنوب وغرب مأرب تزامنا مع غرات لطيران التحالف العربي وقالت مصادر عسكرية ليمن شباب إن معارك عنيفة تجددت في جبهة مراد جنوب مأرب وصرواح غرب المحافظة وتزامنت مع غرات شنها طيران التحالف العربي على عدد من المواقع تتمركز فيها ميليشي الحوثي في الجبهتين وأسفرت عن قتلى من الميليشيا وتدمير آلية قتالية تابعة لها أطلق ناشطون يمنيون قبل لحظات تظاهرة إلكترونية تحت وسم الحوثية منظمة إرهابية تأييدا للقرر الأمريكي بتصنيف ميليشي الحوثي منظمة إرهابية وإدراج ثلاثة من قياداتها على لائحة الإرهاب ويأتي إطلاق التظاهرة بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستصنف ميليشي الحوثي جماعة إرهابية في خطوة تهدف إلى محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد سكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث اليوم والثلاثة إن التزام السعودية بشأن تسوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية وأكد جريفث في تدوينة على تويتر عقب لقاء عقده مساء أمس الاثنين مع نائب وزير الدفاع في المملكة خالد بن سلمان أكد أن التزام السعودية والمنطقة بشأن تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية أمر بالغ الأهمية لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام اتهم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة الجوف حسين البشير تهم المنظمات الدولية بالتعامل بمعايير الزواجية وتجاهلها أوضاع ومعاناة النازحين في مأرب التي تحتضن ثمانية في المئة من إجمالي عدد النازحين في البلاد وقال البشير في تصريح ليمن شباب إن المنظمات الدولية تقدم ثمانين بالمئة من خدماتها في مناطق ساترة ميليشيا الحوث الإرهابية مرجعا أسباب ذلك إلى ازدواجية معايير عملها وعدم التزام المنظمات بالقانون الدولي الإنساني وغياب الرقبة من جانب الجهات الحكومية دشنا مكتب الصحة بمدينة تعز مشروع توزيع علاج خاص بسوء التغذية للأطفال الخارجين من المرض ممن يحتاجون إلى رعاية علاجية لمدة ستة أشهر وقال مدير مكتب الصحة الدكتور راجح المليك إن المشروع الذي تنفذه مؤسسة ينابيع الخير بدعم من جمعية الناجاة الكويتية يستهدف خمسمائة طفل بحاجة إلى تغذية علاجية نهية هذا المجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر